مش تبركولي انا اشتريت حمام جديد والحمام اللي انا اشتريت شغال علشان طبعا ما تعبش نفسي ولا ارهق نفسي مع الزهاليل الصغيرة او الحمام الشباب واستنى فترة بقى لما يبيض لقى انا جايب وشغال على طول طيب الناس اللي جايب منهم الحمام دول ده منهم ايوة طبعا ده منهم الناس دي انا ما وزق فيها جدا الحنتاية دي كانت بتضيط واكاد اكون شفت البيت بعنية يعني انا مسألتش الصراحة كانت شاف البيت بعنية ولا لقى بس بيقول المصدر اللي انا جايب منه الحمام ده مصدر موسوق منه جدا طيب ان الحمام ده هيشتغل عندي ولا مش هيشتغل عندي تعالوا مع بعض نشوف المشكلة بتاعتنا النهاردة وهنشوف هنحل المشكلة بتاعتنا ازاي تعالوا مع بعض كده نسمي الله وندخل على الفيديو نصلي على الرسول في الاول كده واسبات حضور بالصلاع على الرسول ويا ريت تدعمونا بلايك لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس فعلوا اول جرس عشان نصلكم مني كل جديد ويا ريت يا جماعة تشيروا الفيديو على قدم ما تقدروا تشيروا فيديوهات ما عايزين القناة تكبر بيكم وليكم نسمي الله وندخل على الفيديو بصوا بقى يا جماعة ولان قلنا مرارا وتكرارا قلنا كتير جدا يا ريت يا جماعة لما تجيبوا حمام او تشتروا حمام جديد ما تشتروش حمام شغال حتى لو مصدر موسوق منه حتى لو مصدر موسوق منه هقول لكم وقلت الكلام ده قبل كده كتير لو انا عندي حمام ونقلته من مكان ل مكان في حمام بينقطع البط تماما في حمام بيقعد فترة ما بيبطش في حمام بيبيض على طول مش كل الحمام زي بعضه انا نقلت الحمام بتاعي من تحته وطلعته فوق سبحان الله في حمام عندي اتأخر في البيض في حمام ما شاء الله اللهم مبارك على طول لقيته ابتدى يعشش مجرد ما برميت له القش كده ابتدى يعشش ما شاء الله وبضع على طول في حمام اتأخر شوية في البيض في حمام عندي انقطع عن البط تماما في نتاية اقسم لكم بالله برغم ان هي زاجل وانتوا عارفين طبعا الحمام الزاجل ما شاء الله يعني انتاجه بيبقى كويس والله النتاية دي انقطعت عن البط تماما حاولت معها بشطة الطرق ما نفعش معها اي حاجة خالص برغم ان المكان مكاني والحمام بتاعي وهي نقلاها مع اخوتها بس انقطعت عن البط وبرغم ان كان انتاجها غزير وكانت بتلفع من العشر في العشر ولكن سبحان الله برغم ان هي كانت من عندي فزي ما بقول لكم كده اولا اول حاجة نعمل احنا لو حبينا نجيب حمام نجيب حمام شباب حمام شباب يعني عليهم مثلا رمي ريشة رمي ريشتين او حتى حمام مفطوم من الاهالي لسه مفطوم جديد من الاهالي برضو الحمام ده بيبقى كويس جدا يا جماعة وطبعا بس اهم حاجة ايه اهم حاجة ان هو ياكل ويشرب لوحده حتى لو لسه مرماش ريش بس اهم حاجة ان هو بياكل وبيشرب لوحده عشان يبقى بيعتمد على نفسه ونبتدي يكبر عندنا ويتعود عن مكان عندنا ويبيض عندنا اول عش ويبتدي بقى ايه يعيش حياته عندنا فبالتالي ان شاء الله نبقى وثقين ان هو هيبيض وينتج عندنا اما الحمام اللي بننقله من مكان لمكان لو هو شغل مش مضمون ان هو يشتغل ممكن في حمام لا قدر الله بيتوقف عن البيض في حمام بيتأخر شوية في حمام بيبيض على طول سبحان الله كل حمام وحسب طبيعته المهم النهاردة بقى هقول لكم هنعمل ايه في المشكلة بتاعتنا والنهاردة تعالوا مع بعض نشوف ايه هي المشكلة المشكلة بتقول يا جماعة عندي نتاية حمام اشتريتها من مصدر موسوق وهي بيضة مرة واحدة يعني مشتغلت عش واحد بس وما كانش معاها دكر وانا جوزتها لدكر شاطر عندي ومطلعت كتير قبل كده وقدلها ممكن شهرين ومش راضي يضبط بحط التحديق دايما وفي كالسوم مع انها موسع ايه علاجها طبعا هو هنا بيقول ان نتاية موسعها فوارد جدا ان هي خلاص تكون على وش وارد جدا ان هي تتأخر شوية في البيض هو بيديها حاطه دايما قدامها التحديق وبيديها كالسوم تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه مع النتاية دي هو بيقول ان هو جوزها طيب اول حاجة هنبتدي نعملها مع النتاية دي ان احنا هنعزلها فترة بعيد عن وليكن كده مثلا 3 او 4 تيام خلال الفترة دي هنعمل كالاتي اول يوم او قبل ما اعزلها عن الدكر هبتدي اديها هي والدكر علاج الديدان علاج الديدان بديها بندكس شراب لمدة يومين بندكس شراب بشر يا جماعة بديهولها لمدة يومين هي والدكر وهم لسه مع بعض بعد كده ببتدي احزلها عن الدكر خلال الفترة دي الدكر والنتاية ما يشوفوش بعض نهائيا ما يشوفوش بعض خالص وهو دلوقتي هصور لكم عملي وهقول لكم تحطوهم ازاي وتعملوهم ازاي بس يا جماعة خلال الفترة دي يعني خلال 3 ايام كده النتاية والدكر ما يشوفوش بعض خالص بدي للنتاية 3 حبات فلفل اسود و بدي للدكر 5 حبات فلفل اسود او ممكن قدي للدكر 7 حبات فلفل اسود و قدي للنتاية 5 حبات فلفل اسود ده الصبح يا جماعة تمام في المية بحط هي السلينيوم للاتنين بحط هي السلينيوم للدكر وللنتاية هنا بقول لكم ان انا هنا عند المفروض السلاكة دي يعني لو هم اتنين جنبوا بعض ببتدي اعمل كالقاتي ببتدي اعزل للدكر والنتاية قصاد بعض يعني بحط مثلا دكر في العين دي وقصاده النتاية في العين التانية وبحط بينهم اي عازل يعزلهم وليكن حتى كرتونة بحطها في النص كده بحيس ان الدكر والنتاية ما يشوفوش بعض بس بيبقوا سمعين صوت بعض تمام ما خليهمش يشوفوا بعض خالص تمام ده خلال تلاتيوم لو انا مثلا بقى ما عنديش سلاكة زي ما انتوا شايفين كده ما عنديش سلاكة تانية فهبتدي اعمل كالقاتي ببتدي اقلب العشة دي انا عملت الفكرة دي قبل كده وشرحتها لكم برضه بقلبها على الارض بدل ما هي محطوطة بالطول ببتدي احطها ايه بالعرض يعني بميلها بالعرض فطبعا الحتة اللي هي بنحط فيها الدرج بتاع السلاكة دي ممكن احط فيها كرتونة او احط فيها برضه الدرج بتاع العين بحيس ان هي هو هو الدكر والنتاية ما يشوفوش بعض وببقى مييلة السلاكة كده يعني افقية بخليها افقية بمعنى صح بدل ما بتبقى رأسية كده بخليها افقية وبعزل الدكر عن النتاية وزي ما بقول لكم بحطوله بديهم في بقهم مباشر فلفل اسود وبحطولهم في المية تلاتة ايام هيه سلينيوم دي اول تلاتة ايام بعد كده هنبتدي نشيل العازل اللي بين الدكر والنتاية بحيس ان هم يشوفوا بعض والتلاتة ايام التانيين هنبتدي بقى نشتغل معهم هنديهم مثلا حلبة في المية بنغلي الحلبة ونحطها لهم في المية والبزر بتاع الحلبة بنحطه قدام الحمام تمام وبرضو التحديق مازال قدامهم نهتم ان احنا نحط برضو خلطة التحديق والكلفة المتوازنة برضو يا جماعة نهتم ان الكلفة يبقى فيها فول فول مهم جدا جدا في الموضوع ده اهتم برضو يا جماعة ده احط فيه اللي هو اشر البيض المحمص المعقم طبعا اشر البيض بنبتدي نشفه وبنديه التحميصة في الفرد وبعد كده بكسره بتبقى قطع صغيرة كده قدى حبيت السمسم وببتدي بعد كده احطه على النار وحط له معلقة ملح ومعلقة خل تفاح وديه التقليب كده على النار بحيث ان هو يتعقم ورحة الخل تكون طارت منه وبعد كده بخلطه مع خلطة التحديق يا جماعة اهتم وانا بحط الحلبة ان انا كمان احط السمسم للحمام بحط السمسم برضو التلاتة ايام التانين حلبة وسمسم مع الاكل او في التحديق ايا كان يكون وبعد كده بقى ده التلاتة ايام بعد كده بقى بلاقي الحمام بعد الست ايام دول بلاقيهم على بقى معنى ان انا بدخل النتاية على الدكر مش العكس خالص بودي النتاية للدكر وقت ده جماعة ببقى مهتمة ان انا احط طاجن في العين دي ببقى حطا لهم طاجن ان شاء الله هيحصل تزاوجه بامر الله بامر الله النتاية هتبتدت بيض اول بيضة ثم تاني بيضة بامر الله خلال الفترة اللي احنا هنسيب النتاية والدكر مع بعض بحطي للحمام بزور فجل بزور جرجير بزور برسيم كمان سنائف صفات السوديوم ممتاز جدا في موضوع البيض الحاجات دول برضو بيحفزوا النتاية ان هي يضبيط فالله المستعان بقى احنا كده نبقى عملنا معاها كل حاجة وعدنا لعيب وازح تمام ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى الفيديو يعجبكم اللي اعجبكم الفيديو يا ريت وتنسناش من لايك ويا ريت تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته